نعرف أنك شاركت شوية عن فكر الله بس خليني أصيغها بسؤال وهذا بيقودني طيب شو فكر الله نحوي أنا كإنسان شو الله بده مني أفكار الله هي أفكار خير مش شر يعني الآية المفتاحية الموجودة في رسالة يعقوب لصح الأول بتقول لا يقول أحد إذا أجرب أنه يجرب من قبل الله ما ينفعش ما ينفعش أنا داخل في تجربة وعندي حاطة نفسي في مشكلة جامدة وأقول ربنا هو اللي بيجربني الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد وحضرت كملت بقية الرسالة دا إحنا بننخدع وراء شعواتنا بننخدع وراء أفكارنا مين اللي بيرمي أفكار الشر دي جوه قلبي أو جوه فكري إبليس ما ينفعش يكون ربنا هو اللي بيرميها جوايا ربنا بيحسبني على الشر أو ربنا قدوس لا شر فيه ما فيه الشر الله بقدسته ما ينفعش يكون بيلهمني الفجور الله بقدسته ما ينفعش يقول في صورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الفجر قبل التقوى ربنا يلهمني الفجر الفجور قبل التقوى الله يلهمني التقوى لكن لا يهمني الفجور ويقود للتقوى ويقود للخلاص ويقود للغفران ويقود للرحمة العكس حتى النبي داود لما اتغنى بعد ما أخطأ خطيئة كبيرة قال طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيئته طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيئة ولا وجده في فمه غش على طول في آية 8 بمزمور 32 شو بقول أعلمك الطريق وأرشدك أنصحك عيني عليك يعني حتى القيادة والإرشادة والشخص اختبر الرب في حياته اختبر الغفران اختبر الخلاص اختبر عمل الله الخلاص في حياته